الحقيقة إنه مع بعض دايماً بنتعرف على كتاب جديد مع بعض دايماً بنعرف حكاية جديدة بنسرح بخيالنا ونقف كده بين السطور وممكن كمان نسمع مزيكة حلوة ماشية معمود القصة ده آخر رواءان أو مثلاً الأحداث اللي إحنا بنقرأ فيها وممكن كمان فنجان قهوة أو إضاءة مريحة ونفصل شوية عن الواقع ونفصل شوية عن الشغل ونفصل شوية عن روتين حياتنا اليومية العادي اللي دايماً بيكون فيها شوية إزعاج ونقضي مع الرواية أو مع الكتاب اللي بنقرأ فيه أحلى الأوقات النهاردة معانا رواية بتشغل العقل وبتمس القلب وفيها كلام كتير هنتكلم فيه كلام جديد وكلام مختلف وأنا بقرأ فيها ابتكرت أغنية مشاعر مشاعر تموت وتحيي مشاعر يادي المشاعر فعلاً المشاعر دي حاجة محيرة جداً النهاردة تحب ممكن بكرة تكره النهاردة تبقى مرتبط بحاجة قوي نفسك تشوفها وتشتقلها جداً وبكرة ولا تفرق معاك وتكون بالنسبة لك شيء عادي جداً بجد ما فيش حاجة محيرة في الدنيا دي قد المشاعر وقد العلاقات الغريبة اللي أوقات بنتساءل فيها أسئلة كتيرة جداً ما بين الرجل والست أو الرجل والمرأة النهاردة في روايتنا هنعيش مع القصة غريبة شوية هي ست اتجاوزت في حياتها 8 مرات أيوة زي ما سمعته كده 8 مرات الرقم يخد بصراحة أنا تخضيت زيكم بالزبق إزاي ست قدرت تكرر التجربة دي 8 مرات في حياتها وليه اتجاوزت 3 مرات وإزاي كل مرة كانت بتتشجع على المرة اللي بعديها وإيه اللي قابلته خلال الرحلة الطويلة دي في 8 زيجات اللي اتجاوزتهم كل ده هنعرفه من رواية هانيا وأزواجها التمانية الكاتبة مونا ردوان اللي هتنورنا النهاردة في ستوديو يحكى أنا اشتركوا في القناة